إلى ملفنا الثاني في الأخير فقد اتهمت الرئاسة اللبنانية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحية الرئيس وقالت الرئاسة في بيان نشر على تويتر أن الرئيس المكلف يريد مصادرة الحق الطبيعي لرئيس الجمهورية في احترام الدستور باللجوء إلى ممارسات تضرب العراف والأصول هذا رد تيار المستقبل على هذه الاتهامات ببيان أكد فيها أن مؤسسة الرئاسة أصبحت أسيرة طموحات شخصية لبعض أعضاء تيار الوطني الحر مشيرا لسم جبران باسيلا عملية دفع الاستحقاق الحكومي إلى الأمام أوقفها بيان من رئاسة الجمهورية بيان تضمن اتهاما لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالهروب من تحمل مسؤودياته صدر قبيل زيارة البطرييرك الماروني بشار الراعي لرئيس البلاد لكن الراعي أصر على احتواء التوتر وأطلق اقتراحا من على منبر رئاسة الجمهورية يتضمن تأليف حكومة أقطاب إنقاذية أتمنى أنا من كل قلبي أنه يعامل حكومة أقطاب حتى نطلع من نحن الحالة فيها بتمنى وياريت هذا بيعملوا فيها بيان رئاسة الجمهورية استدعى ردا ببيان مضاد من تيار المستقبل الذي اتهم صهر الرئيس ميشيل عون جبران باسيل بمصادرة توقيع رئاسة الجمهورية وتضمن بيان المستقبل دعوة لرئيس البلاد إلى وقف استيلاء مستشاريه على صلاحياته وتجنيب اللبنانيين كأس جهنم الذي بشرهم به ما يسعى إليه جبران باسيل ومعه رئيس الجمهورية هو وضع حالة جديدة في تطبيق الدستور تسمح بتقويت صلاحيات إسم الحكومة مراقبون رأوا أن السجالة السياسية الحادة في لبنان ستتبعه تسوية باتت قريبة في وفد من حزب الله بده يزور كمان الوزير جبران باسيل لثانيه وللضغط عليه أكثر بالتالي للقبول بهذه التسوية المطروحة الآن والتي صارت معروفة ثلاثة مينات بدون ثلث ضامن إعادة الزخم إلى الحراك من أجل تأليف الحكومة لن تتوقف بحسب مصادر قريبة من حزب الله المصادر تؤكد تمسكها بعدم كسر سعد الحرير بل بوضعه أمام مسؤولياته من خلال المضي في المبادرة المطروحة دخول رئاسة الجمهورية على خط التصعيد السياسي هو بالنسبة لفريق محاولة لإرساء قواعد جديدة في تشكيل الحكومات وبالنسبة لفريق آخر إصرار على استعادة صلاحيات الرئاسة الأولى وما بين الرؤيتين يتفاقم مشهد واحد عنوانه مزيد من الأزمات حسن خريس العربي بيروت قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسن دياب إن لبنان على مشارف الانهيار الشامل لأسباب عدة منها العجز عن تشكيل حكومة جديدة وضف أنه بعد برور 300 يوم على استقالة حكومته فإن الحسابات السياسية تستمر في تجاهل مصالح اللبنانيين أن الواقع المالي المأزوم بتراكم الأخطاء في السياسات المالية والذي وضعنا خريطة طريق لمعالجته في خطة التعافي التي اعتمدتها حكومتنا وباشرنا التفاوضة مع صندوق النقد الدول على قاعدتها ثم توقفت باستقالة الحكومة تحتاج اليوم إلى حكومة قائمة تستكمل التفاوضة مع صندوق النقد لوضع البلد على سكة الخروج من الأزمة الحادة ينضم إلينا من بيروت الآن الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل سيد سيمون مرحبا بك الاتهامات كما تبعنا في التقليل قبل قليل بين الفرقاء تتواصل بل وتتصاعد والحكومة في مأزق معروف واضح الآن في اعتقاد قراءتك أين هي عقدة المنشار في أزمة الحكومة الحالية الأقتها هي في تقاسم التشكيل الحكومية في ظل دستور لا يوضح حدود كل رئيس وأن كان الدور الأكبر للرئيس المكلف إلا أن الشراكة التي نص عليها الدستور في تكليف في تشكيل الحكومة كل رئيس يعتبر بأن لديه الهامش الأوسع في اختيار الوزراء وتحديد الحقائب وهذا الواقع في ظل خلاف سياسي شخصي بين الرئيس الجمهورية العماد بن شنعون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري أدى إلى هذا التجازب القوي الذي لن يساهم ويؤدي إلى تشكيل حكومة لذلك يكون الجواب أن الحكومة اليوم أمام أبواب مغلقة ولا حل سريع هل يؤقل أن تكون الأزمة في لبنان وهو الآن في هذه الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة أن تكون محصورة في مسألة شخصية وقد سمعنا المستقبل يتهم الرئيس بأنها أسيرة طموحات شخصية لأفراد في التيار طبعا الواقع هو أزمة كبيرة تكلم عنها المجتمع الدولي ويحزن من تداعياتها لأن الواقع هو واقع شخصي رئيس الجمهورية يسعى لأن يعزز حضور فريق السياسي في الحكومة ليكون هذا الفريق يعني في يد النائب جبران باسيل أي صهر للحظة ما يستطيع أن يتحكم في مسار الحكومة كدعوة هذا الفريق إلى مقاطعة وعدم مشاركة في الجلسات هي عملية ضغط لأن في الواقع هذا الفريق لا يريد الرئيس سعد الحريري رئيسا من الحكومة لديه حسابات مختلفة يريد رئيسا يعني آخر من ضمن تركيبة مختلفة فيكون لديه معظم الحقائب على أبواب انتخابات نيابية للتحكم في هذه البزارات وتأمين نعمل الخدمات والمبارسات الضغطة طيب وماذا عن الالتهامات الموجهة للحريري بأنه لا يتحمل مسؤوليته الكاملة في تشكيلات الحكومة الرئاسة قالتها صراحة بأن الحريري لا يتحمل مسؤولية كبيرة وهو أمام مفترق طرق كبير في لبنان سياسية قد بدأ حتى اليوم بأن لا أحد من المسؤولين يتحمل مسؤولية إلا أن الحريري يقول أنه أنا أقدمت سابقا على استقال نتيجة الثورة ولا أستطيع أن أفرد في حضور السياسي ودور السياسي إذا قابلت بحكومة لا تستوفي الشروط التي يتكلم عنها أن تكون من ثلاثة مينات كما يحكى في اللبناني أن تضم خبراء تحت صقف المنطق الذي يثبت واضح أنه المبادرة الفرنسية هذه العوامل يعني يعتبرها الرئيس المكلف بأنها أولا تحميه سياسيا بما يمكنه من أن يعني يتحرك في اتجاه جلب مساعدات إلى يعني خارجية اتجاه لبنان هذه حسابات رئيس الآخر رئيس بيشيل عون يعتبر بأن رئيس المكلف يريد أن يهيمن على الحكومة وهو لله الحق في اختيار الوزراء المسيحيين في حين أن هذا الموضوع يعني يعتبره الرئيس المكلف أنه يشكل التلزايدا واحدا بما سيؤدي إلى تعطيل الحكومة يعني لا يوجد في النص تحديد لموضوع الحقوق لكل رئيس هذا الموضوع كان يتم نتيجة التفاهمات القائمة بينهما وعلى قاعدة الرغبة في إنشاء فريق عمل اليوم لا يوجد هذا الواقع من لذلك البدد أمامه يعني فراغ كبير نعم شكرا جزيلا لكسيمو أبو فاضل الكاتب السياسي من لبنان طهر الكاتب السياسي Barbara شكرا جزيلا لكسيمو شكرا جزيلا لكسيمو نعم كثيرا لكسيمو تحديد